مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم هذه جهام منصور تحييكم من واشنطن وعين على أمريكا في حلقة خاصة لتغطية اليوم الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي النيتو المنعقدة في العاصمة الأمريكية في أسبوع سياسي ساخن إذ يوصل الحزب الديمقراطي والمشارعون في الكونغرس تقييم مدى فعالية استمرار ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بعد الظهور الذي انتقده كثيرون واعتبروه ضعيفا في المناظرة الأولى ما دفع أعضاء في الحزب والكونغرس إلى المطالبة لبايدن بالانسحاب لصالح نائبته كمالا هاريس أو مرشح آخر ويرى محللون أن بايدن يعتبر قمة النيتو اختبارا لإثبات أحقيته في الترشح في المقابل يعتبر أعضاء بالحلف القمة فرصة لمراقبة الوضع والطمأنينة من أن الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن لا تزال قادرة على قيادة الحلف في ظل تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية وصعود الصين وكذلك وسط مخاوف من احتمالات عودة ترامب المتشكك في الحلف والمنتقد لدوره من جهته يراهن بايدن على استثمار دعم أوكرينيا أما زعماء النيتو فيدركون تماما مدى تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة على مستقبل التحالف رهان بايدن الصعب على قمة حلف شمال الأطلسي لحشد التأييد الداخلي على ما يبدو لم يؤتي ثماره فعلى الرغم من ذلك الخطاب القوي الذي ألقاه في القمة إلا أن الأصوات التي تنادي بعدم ترشحه للرئاسة تتصاعد بين حلفائه الديمقراطيين في الكونغرس وحتى في هوليوود هذه المرة من النجم جورج كلوني صديق بايدن وركزت قمة النيتو بشكل أساسي على كيفية تفاعل قادة الحلف مع تعثر بايدن في الحملة الانتخابية وسط تكهنات بين قادة الحلف بأن بايدن غير قادر على الفوز بولاية أخرى وهو ما دفع بعض القادة الأوروبيين إلى التلميح خلف الكواليس تجاه ترتيبات مرحلة ترامب وهل يمكن جعل النيتو محصنا ضد ترامب؟ أعضاء النيتو يتطلعون إلى حماية التحالف العسكري الذي يحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه ووصف بايدن الذي حشد الحلفاء ضمن شبكة عالمية لمساعدة أوكرينيا في التصدي لروسيا التحالف بالأكثر وحدة على الإطلاق لكن الموضوع السائد في أروقة القمة هنا في واشنطن هو التحضير للانقسام المحتمل حيث تتزايد القوى اليمينية غير الصديقة للنيتو في الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى ما يثير المخاوف بشأن مدى استمرار الدعم للتحالف والمساعدات العسكرية التي يرسلها أعضاؤه إلى أوكرينيا الحكومات الأوروبية تجري مشاورات عميقة حول ما يمكنه فعل لضمان أن النيتو ودعم الغرب لأوكرينيا وأمن دول النيتو الفردية سيستمر في حال فوز ترامب بالرئاسة مرة أخرى وقام بتقليل مساهمات الولايات المتحدة لدرجة أن بعض الأمريكيين والأوروبيين يسمونها قمة تحصين النيتو ضد ترامب أو تحصين المستقبل